نبدأ من حيث انتهى المباريات النادي الاهلي النهاردة خسارة ممكن نعتبرها بينكم سين خسارة مفاجأة بعد الاداء الجيد اللي عمل الاهلي في كاس العام الاندية النهاردة خسر امام الهلال باداء ما كانش جيد خالص تحديدا في الشوت التاني شو تلاقوا لي ممكن كان افضل شوية الاهلي خسر النهاردة من وجهة ناظرك والله طبعا هي مفاجأة طبعا في تلك الظروف والاحوال والاحداث الاخيرة اللي بتمر مع النادي الاهلي انت راجع من طولة عام الاندية عمل الاداء كويس وان انت تيدي يخسر مباراة افتتاحية بطولة دورة ابطالة افريكا بالاخص البطولة المحببة ليك دي كارسة فحد ذات كارسة اه طبعا بس اول مباراة كابتن عمضان انت ضامن بقى المباريات بقى عاش كده ما عادت عشان مش ضامن بقى المباريات فلسه لسه فيه كون سعاد الكرة متغيراتها كتير متغيرات الكرة كتير فانت مش ضامن حاجة دلوقتي كل الفرقة في افريكا بيدعم بشكل كويس نهاردة شفت الهلال اه فرقة محترمة فرقة منظمة اه هي مش مش بقوة نادي الاهلي بس خدت تلاتة بونت على الاهلي دي جيب كان نهاردة يعني يديك دفع للامام انت برضو عندك ماتش اللي جاي السابت اللي جاي فده برضو انت بتلاعب فرقة في المحاصلية افل الوقت الحالي معهم ستة بونت هو جاي عايز ياخد ياما ياخد بونت منك ياما ياخد التلاتة بونت وانت لا اقدر الله ما كسبتش الماتش اللي جاي هتخش حزبة برمة واتيقعد بقى تستنى نتاجي الغير فعن تدخلت نفسك في حزبة برمة بدري بدري قوي كنت اتمنى ان اشت له ولاني فعلا كان ماشي في يعني في السياق النادي الاهلي كان ممكن يخلص في اي وقت يعني لسه كنا بن كامل او انت دلوقتي يعني مش مش نادي الاهلي يجيله فرصة واتنين وثلاثة مش مستنين احنا العشر فرص بها علشان يخلص لا ده نادي الاهلي ان انت يجيلك كان بالزبط يعني المفروض ان انت فعلا تلعب في اعلى level في مصر احسن لعبة موجودة في الوقت الحالي في نادي الاهلي المفروض الفرصة اللي يجيلك تعرف انها في الاول في الاخر اخر فرصة انما الفرص اللي تيجي النادي الاهلي وبتديع بالشكل ده قيس على ذلك انت المنتج في الاخر ان انت فعلا القرة اللي بتروح لك ممكن بتخش فيك وده اللي حصل فعلا النهاردة يعني النهاردة انت بتتكلم شوت لوالاني نوعا ما متوازن. شوت دفاعي ان كان في الحالات الدفاعي يوقفهم بشكل كويس. حالات الهجومية قدروا برضو يشتغلوا بشكل كويس. انت كان لك فرص الشوت الاول والهلاب ما كانش ليه ولا فرصة. ملوش ولا فرصة. صحيح. ولا فرصة. بيس على ذلك الشوت التاني اول قرص يروح بيه نادي الهجوم الناحية تعالي معلول كان في الديها واحد وسبعين اثنين وسبعين. صح. ده اول وجود لنادي الاهلي. صح. قبل علم معلول ما يطلع. صح. انت متخالي للشوت كامل لنادي الاهلي ما بيوصلش. متخالي للشوت كامل لنادي الاهلي دفاعيا ووجوميا مش متواجد. بزر. النهاردة كان فيه طبعا يعني ما تعرفش بقى ظروف الجول. اه السفر. فعلا ما ما عد المباراة لاني برضو دي انا مش يعني سمعتها مبارح حتة النص للعابة تعودت عندنا انها تلعب بالليل وحتة الساعة ثلاثة. لأ ايما المفروض انت بتلعب في اي وقت انت الراجل اللعيب كورة محترف. سواني بقى عشان دي انا النهاردة في اول حلقة اتكلمت عنها احب اقدي كده اوه. اتفاضل. فكرة انه الاهلي والزمالك ميلعبوش في البطولة المحلية بالنهار يبدو اكاينه مأثر. يعني انت تلعب مباراة افريقية بالنهار. الاهلي والزمالك ما تلوامش الاهلي والزمالك اللي انت عارفهم شكلهم غريب. بزر. فواضح انه فيه عدم تعود. قبل مخش الهواء كان زمايننا في الاعداد خدوا تصريحات من محمد الشناوي. محمد شناوي قال كده نصا. انا ما شفتش الكورة. يعني قال الكورة سهلة جدا بالنسبة. بالزبط. بالزبط. لو هو الراجل بيلعب بالنهار كتير وبيلعب قدام الشمس كتير اكيد هيبقى عارف هيعمل ايه. سلامش مبرر برضو. ما طبعا مش مبرر. ما في الاول الاخر هيبقى خطأ هيعتبر خطأ. اقول لك على حاجة يعني انا قعد مع محمد صاحبي. اه. انت شفته وارده. اه. من نهاردة بنكلم. اه. فبيتكلم الفاول اللي تلعب قبل فاول الجون بزبطك. اه. وما جون فاولين ورا بعض على طول. صح. الفاول طلع فوق خالص. اه. اللي طلع فوق العرضة بمسافة. والفاول التاني جوها. فبيتكلمي بيقول لي ممكن تخش في الشناوي. تقول له صعب. ده جون متخب مصر. استحالة. اه. انت متخيل الكلمة يعني ما فيش فرق بين الكلمة والجون ما خدناش تلاتين سنية. اه دخلت. فلا. فالشناوي لا فهو بقى له فترة. المستوى طالع نازل. فده مش مبرر تقول لي اصل شمس ومش شمس. لا. في الدنيا كلها بيلعبوا بالنهار. اه. وحتى عندنا في مصر حتى انت لما بتلعبش. انت اللي طالب كده او اتحاد الكورة او الناس المنظمة. اه. هم اللي ساعدوك على كده. حلو. ما ده مش صح بقى. احنا مفهود لمسؤول الاهلي والزمالك ورابطة الاندية والتحاد الكورة اي حد مسؤول اجابعة الاهلي والزمالك لمصلحة الكورة المصرية. بالضبط يلعب في موعيد اه. زي زي بقى الاندية. يا سيدي بنسبة اقل عشان امور تسوقية. لا فيش حاجة ما بنسبة اقل. لازم ببقى هنا في في يعني زي بقولك ايه في في عدل. مش. في عدل في المنظمة. اه. هتعدل. اه. 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 اهل الان وساء. مش هتعدل خلاص انت بقى قيس على زلك اللي انت بتشوفه بقى. اه. انا نقعد نسمع مبررات. اصل ما شبتش الكورة. اصل موعيد الاكل. اصل النوم. اصل اصل. الكلام الكتير اللي انا قد نسمعه. وده مش في حياة لعيب الكورة. حياة لعيب الكورة عارف ايه لعبة. يعني محترام الاهلي والزمالك. ماريا المدريب بيلعب الساعة اتناشة. اه. النهاردة. النهاردة ارسن بيلعب الساعة اتنين. اه. بالضغط ايه مشكلة? اه. قبل كده بيلعبوا الصبح والدور عادي. ما فيش مشكلة. احنا نفسنا في الكورة ومساعدة الفتاك العالي والزمان في التسينات. كان تلاتة كانت معروف. المطشات الساعة تلاتة وتلين عادي. اه. اه. فوضع طبيعي ان انت لازم تتحط في البطولة المحلية في توقيتات زي دي. اه. عشان تساعدك على قل في المطشات اللي في المطشات افريكا. ممكن يجي لك يعني يعني لما جي لعب الاهلي قبل كده المطش بتاع خمسة. اه. ملاعبوا الساعة تلاتة. وده الله يحصل مطش. وده الله يحصل ممكن للمطش اللي جاء. المطش اللي جاء عنده. لبعده يعني. لبعده. وضع طبيعي خلاص الناس تعودت فهمت. مم. فبدأوا يلعبوا لك على نقطة ضعفة معينة. صح. او او حاجات انت اساسا مش دارك انها ممكن تحصل لك او تحصل عواقف لك فيما بعد. صح. فلازم الناس هنا تفكر للصالح العام. مم. مش مصلحة ناديين فقط. ان انا بقى لعب ساعة خمسة او هلعب سبعة. وشكرا على كده وبالق عنديها كلها بتتظلم. فيه ناس بتلعب ساعة اتنين ونص على طول. يعني اسوان دي تلعب يعني بنسبة مسلا تسعين في المية. مم. المطشات الساعة تلاتة. بالمناسبة المطش اللي خسته زبالك في الدولي كان في النهار. في نفس التويت. امام اسوان. نفس التويت. نفس التويت. فلازم يتعودوا على كده. لازم حتى تلعب هنا من البداية. عشان تقدر تجاري امورك فيما بعض.